النظر إلى العراق اليوم لا بد له أن يؤمن يقيناً بأن إصرار هذا الشعب موروث منذ صناعة تاريخ المجد العراقي إصرار على السيادة والحرية والاستقلال والعراق لا يقبل أن يقوده أحد ولا يقبل أن يرضخ تحت سلطة احتلال كما وصفها الأولون كان هذا في عهد الانتداب البريطاني ليسطر يوم الثالث من تشرين الأول عام 1932 تاريخ انتهاء الانتداب ودخول العراق إلى عصبة الأمم المتحدة وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومن منطلق إيمانها القاطع بتوثيق تاريخ العراق بحضور معلوماتي ثقافي ليزين في ذاكرة العراقيين وثائق نادرة حصل عليها المركز والتي تؤكد وتؤرخ دورا وطنيا أنجزته شخصيات سياسية وتيارات حزبية بقبول العراق في عصبة الأمم المتحدة وثائق تؤكد إنجازا عراقيا رفيع المستوى واجه بريطانيا فكان للعراق قوته السيادية أمام أكبر دول العالم قوة ونفوذة حيث أشار المركز إلى الدور السياسي الوطني العراقي لسيد جعفر العسكري وسيد نور السعيد شعب بدأ تاريخه بالكفاح على مدار 12 سنة ليهزم فكرة الانتداب باستقلال وطني وسيادة عراقية مطلقة الذكرى التاسع والثمانون على دخول البلاد إلى عصبة الأمم المتحدة يفخر بها العراقيون اليوم وهم يستذكرون ثورة العشرين وثورة محمود الحفيد في السليمانية ولسالة وطنية ضمنها الملك فيصل الأول في خطاب التتويج في 1921 تاريخ يسطر مجدا يقوده العراق اليوم في استحقاق دشرين لبناء عهد جديد يؤسسه يوم الثالث من دشرين والذي قدمت له حكومة الكاظمي مشروعا بأن يكون عيدا وطنيا يسطر فخر العراقيين بتاريخهم في كل عام اشتركوا في القناة